الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. والنهاردة نتكلم معكم عن مرض خطير جدا في الالانب هو الايه? هو الاسهالات. يعني الاسهالات ده باختصار ومعناها الكوكسيديا والكوليستوروديا في الالانب. اولا وقبل العلاج ما هي مساببات المرض? رقم واحد عدم نظافة خطوط المياه. عدم اتنين عدم التهوية الجيدة. ارتفاع نسبة الامونيا في المكان. دخول هواء مباشر على الالانب. دخول الالانب حاملة للمرض. آآ زيادة في جرعات الفيتامينات. سوء تخزين العلف. وضع على سيء ووضع يعني وضع سيء لهم. يعني سوء تخزين العلف ده برضو ووضع سيء ليهم. تبول الالانب على العلف في العلافة. ثم تناولها. طيب كل دي اسباب. يجب عليك ايه اخ الفاضل ان انت تتلشها وطاق الارنب بتاعك منها. آآ يعني ثانيا بقى الاعراض. وجود حالات اسهالات جماعية. وجود جز على على الاسنان بتاع الالانب كده بتجز كده وتعود. وعند التشريح تجد انفاخات هوائية في المسرن الغليز. وتضخم المرارة والكبد وانتفاخات المعدة والامعاء. سلسلة الارانب وخاصة الفطام وامتناعية عن الاكل. نجي بقى حضرتك لما انت شفت الحاجات ده كلها نجي بقى للعلاج. تجيب نص جرام سالفة كينة كسالين. سالفة كينة كسالين. تحط ايه? تحط نص جرام سالفة ديمدين. سوديوم. وجرام فيتامين. كافي يعني ده كل ده كافي يعني بنسبة نص آآ يعني نص آآ آآ سنتي أو نص جرام آآ من كل نوعية. خلطوا على بعض ونحط منهم جرام على لتر مية. آآ لمدة اتناشر ساعة بالتبادل مع مضاد ايه سموم. لمدة اتناشر ساعة اخرى. لمدة ثلاثة ايام. يبقى احنا كده عملنا ايه? عملنا اول جرعة نتقي الانانب. عاوزين بقى انواع الكوكسيديا وانواعها واعرضها. وان شاء الله يكون في ومسبباتها يكون في منشور جديد ان شاء الله. ويا رب اكون وصلنا معلومة اليكم صح والسلام عليكم ورحمة الله.